لم تمضي ثمانية عشر يوما على إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء السدرة ورأس لانوف النفطيين حتى تضيف المؤسسة الوطنية للنفط ميناء الحريقة وزويتين إلى قائمة القوة القاهرة ميناء البريقة هو الآخر يبدو أنه مرشح للانضمام لباقي الموانئ حيث كشفت مصادر من مؤسسة النفط عن قرب ضم الميناء إلى حالة القوة القاهرة نظرا لقرب امتلاء خزاناته هو الآخر لتفرض القوة على جميع موانئ شرق ليبيا الخمس المؤسسة عزت إعلانها إلى استمرار توقف تصدير النفط بسبب رفض قيادات ميليشيات الكرامة التراجع عن قرارها بشأن منع سفن من الدخول إلى موانئ المنطقة الشرقية قرار حفتر أدى إلى تراكم كميات النفط المستخرج من الحقول في خزانات الموانئ في ظل وقف التصدير وهو ما يفسر عدم إعلان حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة الذي لم تمتلئ خزاناته خطوة مؤسسة النفط المعترف بها دوليا برئاسة مصطفى صنع الله في طرابلس فتحت باب التساؤل عن معنى إعلان حالة القوة القاهرة في التعاقدات الدولية القوة القاهرة تعني عدم قدرة مؤسسة النفط على الإيفاء بالتزاماتها أمام الشريك الأجنبي الذي تعاقدت معه على إنتاج النفط من الحقول النفطية أي أن المؤسسة تخلي مسؤوليتها ولا يحق للشركات المتعاقد معها المطالبة بأي تعويضات ومسببات إعلان القوة القاهرة في الاتفاقات الدولية وقوع الحادث الذي لا يمكن دفعه مطلقاً أو توقعه كحالات الحروب أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب آخر ليس نتاجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين